السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا رب يكونوا بخير في احسن حال هنعمل الكريب سهل جدا جدا تقريبا كلنا بنحبه هو والله سهل خالص حتى لو انت لست في الاول كده هتعرف تعمليه بكله سهولة زي ما انت شايفة كده انا عملت الكريب ما شاء الله طالع كويس جدا كله مقاس واحد وهنعرف ده في الفيديو آآ يعني مفقوص صعوبة خالص ما شاء الله ناجح بص الكريبية طريقة ادي ايه محيكي يلا بينا ندخل على الطريقة طريقة سهلة ومقاذير بسيطة هتستخدمي كباية معيارية واحدة لو كباية كبيرة لو كباية صغيرة طبعا ده حسب المقدار اللي انت عايزي انا هنا استخدمت كباية كبيرة اخدت تلات كبايات عليهم معلقة سكر وما تخفيش مش هيتل عم سكر ولا حاجة عليهم معلقة لربع من الملح عشان احنا طبعا هنا هنعمل الكريب حيدي وبعتذر جدا لو الاضاءة ضعيفة تمام على طول هنزل بالبتين طبعا هنا انت هتستخدمي الخلاط بكل سهولة ما فيش مشكلة خالص او المضرب اليدوي تلات بيضات للتلات كبايات تلات بيضات للتلات كبايات ممكن بيتين ممكن جدا يعني هستخدم كباية ونص من اللبن وقصادهم كباية ونص من المية كباية ونص من اللبن كباية ونص من المية ممكن كباية لبن واحدة ممكن جدا ممكن مية بس ممكن جدا مفيش مشكلة. بس طبعا يعني معظمنا بيبقى عايز برضو يدخل آآ كريمة غذائية للأكل اللي بنعمله لولدنا. فتلب بيضات ممكن تخليهم بيتين. آآ اللبن ممكن تخليهم كباية لبن وتكمل الباقي بالمية. متاح لك ان انت تعملي اللي انت عايزين. انت مش هتشيل مكون من مكونات. انت هتبدليه. في الحالة دي عادي خالص. بس هزبط كده عشان اتأكد ان اتزقي كله والخليط بتاعي يبقى كويس ويبقى انسيابي. انا هنا استخدمت المضرب وممكن تستخدم الخلاط بكل سهولة وممكن المضرب اليدوي لكن المضرب اليدوي هياخد منك مجهود شوية. يعني هياخد منك مجهود عشان توصلي النتجة اللي اللي هو يبقى الخليط معاك انسيابي وخالي من اي تكتلات. طبعا في الوقت ده لو عايزة تمرريه بعد ما خلصناه كده وتأكدنا ان هو متجانس تماما لو عايزة تمرريه عبر آآ مصفة آآ سلك براحتك. انا بصراحة شايفان هو خلاص يعني متجانس معي ومش محتاجة ان انا اقوم بالخطوة دي. آآ فخلاص يعني انا ضربته كويس جدا بالمضرب فاكتفيت بقى لو انت عايزة تمرريه بالمصفة براحتك. جيب الطاصة بقى اللي هتستخدميها ايا كانت. المهم ان هي كون مش بتلزق. ومش هسخنها قوي في اول مرة. ولو انسي آآ لسه جديدة في الموضوع وحاسة ان انت مش هتقداري تتحكمي فيها آآ خليها برده خليها برده ودهنيها زيت وبعد كده ابتزي ان انت وزع الخليط بتاعك. يعني كده جاي معيك وكده جاي معيك. مفيش مشكلة. انا بقى ايه لأ انا مسخنة هنا الطاصة بتاعتي بس مش قوي. عشان مش قول ما انت لو سخنتيها قوي قول ما هتنزل الخليط بتاع الكرب بتاعك. هبص تلاقيه مسك. خلي بالك بقى كده وانت بتقلي بيها. هتقلي بيها وقت ما تحس ان يلعجين كله من فوق مستوي. مفيوش حاجة نية. انا هنا كنت بستخدم ايدي عشان مش عايزة الكربية تتقطع. وهفضل كده من ناحيات دي ومن الناحيات لحد ما اوصل للدرجة اللي انا عايزاها ما شاء الله الكربية كان حلوة قوي. وعايز اقولك ان هو كان بيفتح كمان معي. تمام حلوة قوي كده. وزي ما شفتي ولا نشوف ولا اي حاجة. هنامل واحدة تانية وخدت بالك ان انا كنت ببعادة الطاصة بتاعتي شوية عن النار عشان متبقاش سخنة قوي واول ما الخليط ينزل يتكتل كله ومعرفش ان انا اوزعه. خليكي في النار الوسط. كرب مش صعب بس هي في حاجات بسيطة قوي تغذي بالك منها. دي الكربية اللي تلعد انا خدتها على طول في طبق وكيس بتاع التلاجة وراحت مغطيها عشان ما ينشفش مني. بتأكد من فوق بلاقي كده خلاص زي ما انت شايفة كده بلاقي ما فيش اثر للعجين. آآ والعجينة والكربية بتاعتي مش مسكة في في الطاصة خلاص. يا استخدم ايدي عادي هي مش تخنة للدرجة يعني. ونفس الفكرة هنقلبها لحد ما نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. وخلاص على كده الكرب بسهل خالص وطالعوا كله مقس واحد وزي الفل لهو. تستخدمي كبشة او طبق عشان يطلع لكله نفس الحجم. خلاص. طاري جدا انا عايز اقولك ان الكرب ده كان جميل فعلا طعمه حلو قوي. احنا حطين لبن وحطين بيد وفي نفس الوقت ما احناش حطين كتير برضو. يعني احنا حطين المستطاع. نص كده ونص كده. زي ما قلتلك تقدر تستخدمي بالاكتر ما هي تقدر تستخدمي اللي عندك. يعني اللي عندك ده فيه. حتى لو هتستخدمي بيدا واحدة. وهتستخدمي مثلا باقية بقى اللي هو اللبن والمية زي ما قلنا. ان شاء الله هيطلع معيك كويس جدا. وممكن تحطي لو هتستخدمي بيدا واحدة حطي معلقة نيشة. شيلي معلقة دي وحطي ما كانها معلقة نيشة. خلاص. وممكن كمان تحطي معلقة خل. بس كده تكريب معي اهو. اتمنى يكون الفيديو افاتكم. ونقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.